مرحبا بكم مجددا مشاهدين الأعزاء ضيفي اليوم أطلق قضية أو فضيحة قبل 22 سنة من الآن أصبحت تسمى في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام الوطني والدولي بقضية القضاة والمجاهدين المزيفين عادت إلى الواجهة مؤخرا بمناسبة جدولة قضيته التي أجلت إلى تاريخ آخر للمرة الثالثة على التوالي هذه المرة يوم الرابع جونفي 2015 وكأنه كتب لهذه القضية أن تبقى أسيرة حروب الكواليس ومعارك النضال الإعلامي وأيضا في مواجهات بين القضاة إلى إشعار آخر ضيفي هو المجاهد والإطار السابق في وزارتي العدل والمجاهدين سيد بن يوسف ملوك مرحبا بك سيد بن يوسف معنا طيب أنا بدأت أنت مجاهد وإطار سابق في وزارتي العدل والمجاهدين قضيتك بدأت بأمر وجهه الرئيس هواري بومديان لك باعتبارك رئيس مصلحة ومسؤول في وزارة المجاهدين في تلك الفترة على أن تبحث في الأشخاص الذين تسلوا من الإدارة الفرنسية للإدارة الجزائرية ووضعوا صفة مجاهد ضمن ملفاتهم اليوم القضية في العدلة وأجلت للمرة الثالثة على ما أعتقد إلى الرابع جونفي هل تعتقد بأن العدلة ستنصفك سيد بن يوسف ملوك هذه المرة؟ لا ندنش بس كالقاضات والريجيم بالدات أعتقد برحتك المهم أن تصل معلومة للناس هذا الملف عنده إكزاقتمه سنين وعشرين سنة ولكن هي جاية من قبل من الخمسة والسبعين كان بومدين حي كان وزير العدل بوعلان بن حمودة هؤلاء عن مجاتي من الخمسة والسبعين ومن خمسة والسبعين كان من خمسة يتصف إنها حتقد مهدي 초�قصة ولمرح علينا بيضية قبل المجاتي من مجةهد في ذلك الوقت كان هناك المجةهد ومجةهد ولمحادي قالت يا قصة qui اعتقد هل تعالى هل الأخطيخ؟ هل تعالى وقت قبل سبتمبر كانوا يجب أن يضعوا فيه وهي هو في الحكومة من المعارضة المقبلة كانوا يجب أن يكونوا فيه وكذلك كانوا يجب أن يكونوا فيه يخبرون على يد ويسي سلتوا قضية كما هذه قضية خطيرة والناس سيتبع فيها وعند سنين وقضية الشعب سن يجب أن يعرف الحقيقة هذه للقضية هذه قضية عبلاد سنصل لقضية عبلاد ولكن باختصار نقدم للي ما تبعش القضية منذ بدايتها سيد بن يوسف ملوك لنذهب من بعد للتفاصيل الجديدة كيف بدأتها خصوصا أن أسئلة كثيرة يبدو بأن بعض الأجيال الجديدة لم تطلعتش على بدايتها قال لك من أين جئت بالمعلومات والملفات وحتى اللي سألك لماذا كل مرة تختفي ثم تفجرها من جديد هذه الملفات هذه هي المسيون التي لم تكن فيها في الدجاجة للمشيون في نهاية إيجادة باردي مدد هذا جديد في الجنب أن يستمر قضية فيها أداة بنية عبلاد وليست محل وفي العدلة وفي الارمية وفي الإدارات وفي الإدوكاسيون وفي الإنتيريور ولي دخلوهم مجاهدين اللي دخلوهم من الفرنتيار تونس المروك تالأيروب تالموينوريون اللي دخلوه ثان ودهوا سيفة المجاهد ساتوشي ايان بلوكاش ديزان سوسنة كنس مي في الثنين وتسعين جيت الوزارة للسيتادير نجيت الوزارة كتمن قبل مفتش مفتش تعالى الشعون الاجتماعية في وزارة المجاهدين بعد في الواحد وسبعين رحت مع أبو أعلم بن حمودة الوزارة العدل يعني كم شف دي سيرفيس على سنترال تعلقون تنسي الإزافة السوسيال هذه القضية هذه نبدأ بهم سنين وتسعين عندها أسباق عندها أسباق خمسة وسبعين أي واقع في الخمسة وسبعين دي جا بدينا الوبراسيون هذه تعالى الناس اللي كانوا ضد الثورة ولي كانوا يعني دو لكالي تدو جاهاد ومعن دو مشاق وتسعين دو جاهاد أنا لدينا عادة كانوا groceries contra the revolution and they were also involved in corruption it was meditated by the Mujahide in that time when the magistratura council was convoked by Bouhdelman Hamouda كي نادت كيف أعرفهم يقولون أنه في كل رواج دولتان عندهم ناسهم هذو اللي تشينهم القوضات وبل أسمواتهم في للمجادي في هذا كل وقت لهم محلوا في الحبس سارات هذه الأمور التي محلت محلت في محلت محلت وقالتها بلقية على الإنسرنت في هذا كل وقت بومدين وكانوا صحيحات على القاضات ولكن هل تم وقفها بتعليمة من الرئيس بومدين أو من محيط الرئيس بومدين في الرئاسة لا لا هذو اللي زينستركشون باري النوت كونفيدانسيال جاءت البوعلان بن حمودة وقت بومدين هذه تعلق الـ 75 بات سأيتي بلوكي داير جي لإبراف هنا سأيتي ميدياتيزي نتحب نوريها للشعب من الرئيس سأيتي ميدياتيزي من طرف جريدة المجاهد في هذه الفترة في هذه الفترة وليبلي سأيتي ميدياتيزي ولكن لما يعني يحاولوا باش يحبسوا عملية البحثة أو العملية العمل اللي كنت تقوم به هذا التعليمة السرية من طرف الرئاسة لبوعلان بن حمودة تم استدعائك أنتا كرئيس مصلحة وقال لك وقف العمل يعني هذا راح تضر بمصلحة البلد هكذا بمسور بسكوة هذي مستمشي مصلحة في وجهة نظرهم وما يقول لك لأنه دايما يقول لك مصلحة البلد والبلاد ماهيش محتاجة الواحد يشوها السمعة تحها وهذا يعني وشكون اللي راح يدقك في أنه مجاهد ولا فمجاهد يعني دايما كانت تستعمل هذا الحجة هذا هذا سيتي انسكندال دي جان سوانتكنز قوضات في الحفز وقوضات فمجاهدين وعند دي دوشي اللي حتة منهم كانوا الممبر جو كميتي تحلو pump صبت منهم قوضات دي ممبر جو كميتي تحلو pump promotion سوستيل promotion الاكوش وصبت واحد منهم الحق ديピتي et وفروبوس ديبيتي كون معجس طرن وعند الميلف يعني سهل يaison يال سكوض ام انهي ت互 بلوك ان 82 كان وزير خارجية في تكالي كان وزير خارجية في تكالي كان وزير خارجية في تكالي كان وزير خارجية في تدارك في تكالي لا يوجد في الجبل ويجعل الإعلان. في هذه الدولة يوجد ممبر الإعلان. يوجد ممبر ومسبيلين. يحتاج إلى تنوية. يحتاج إلى تنوية التنوية. هذا الدولة. قبل شهرين من وفاة بومتي. وفاة بومتي. في هذا الوقت كان الوزير يحبه. وكان الكاتب العام كان محمد صالح. محمد صالح. محمد صالح. كان محمد صالح. كان محمد صالح. كان هذا الوزير. كان مجبطه لنبيض صالح. كان حالياً محمد صالح. كان هذه السبب الأرض. كان هناك شيء من تنوية التنوية. كان هناك على زمن محمد صالح. كان يكلم أن على زمن محمد الصالح. كان كنت هناك الأمر في هذا الوقت. كان يوجد سلم والأم راضي. كان في محمد صالح. كيف دينا نخدمو دي جون سواسن دي زويت بدينا نجبدو الحكت في هذا كل وقت ميتين ميلف وقت الحاج وقت بنحبيلس ومحمدي ميتين ميلف ميتين وشي الحكت ميتين ميلف دينا نخدمو فيهم صبنا القوضات هذوية لي ما عندهم مش حاقة تنومو بليزاتي ستاشن تعمو جاهد كين منهم لوسيا فالان ترمانو كين منهم وصيا فالان في دائي وصيا فالان ديتوني كل واحد وش حط في المسابلين والليمون برايلان سوكي غرفايلان تسيبو خدام في الايد عرا ويلا ينصالها وفيك ما من فيش فاميليال كل عام عنده طفلة وطفل ويجيبلك جون دي في الجبل موجاهد رفد السلاح كان هربان مصورة في الخارج في الأكسيدون هربانين ويخدموا ويقروا ويقروا ودي مدين تيرنا وكذا ويجيبلك هايلان كانت شرط أساسي للتوظيف في سلك القضاء ويجيبلك جميلة ويعطينا باني يجبو له العام عام عامين وعندو تلك كل شيء كانت كاينة إجراءات تحفيزية وغيرها ومتاز بعدما الآن عندك أكتر من مئتين ملف في هذاك الوقت الآن الفترة مما بين 78 حتى 92 وش صرى سيدة وبعدها تسمح لي فضل فضل ووجدت هذو الملافات طلعوا للوزير بن حبيلس وشافهم محمدي شاف كالكو دوسي وشاف الناس هذو يا سلطة في البلاد وفي العدالة نافيدين في الدولة وعندهم عناصر وفاميليا ونسوبية في الماجستر في بارمي الارمي وفيهم ولادهم وفيهم يعني فاميليا هذا الماجستر وشاف مام رئيس محكمة تعبيل ماندرس والاخر الكاتب العام شاف بابا في الليستر يعني حتى في عائلاتهم يعني فأكيد ماشي من مصلحتهم أنهم يخلوا الملف يظهر للتعليم شافوا لي بالدعوة كبيرة ودي ماجستر نومي باردو كريك يجيجو بابل يدوا في دوني لإكزامبل يعني هم يشارعوا للشعب ويشارعوا يعني للأمة والولادنا يعني هو قاضي ويخدم منه من هذا الشي تعال تاريخ يعني ويزور تاريخ على ظهر الشهادة لو كان ماشي شهادة ما يكونش قاضي نورمال ما يتوشيش ويسي لإكزامبل داروا هذا شافوا الفضاحة هذه الوزير غير ماتبو مدين بنحبيل جينا نطلعهم الوزارة المجاهدين كان في هذا كل وقت الوزير محزوجي لا يذكروا بالخير مجاهد من مجاهد من مجاهدين السورة المجاهد من مجاهد من مجاهد من مجاهد من مجاهد من مجاهدين ومحمد وصالح رحمني هو ديركتور جيوبرسونيل كي اكتوالمن كونسيي عنده اكتوالمن في الكابيني تعلوه اكتوالمن صالح رحمني انكادر ما زال ايطلي صالح رحمني بلوكو لالوبراسيون قالوا لي ملك حبس هذه الوبراسيون حبس العملية حبسها حبسها نتخدمه بسرعة سيبنيوس بشنرح الوقت لأنه مباد زاد الجيت مباد لحبسها دي لالوبراسيون أنا ينقل لك كل صارحة كي ما ديشادلي كي ديشادلي أنا شفت قوضات impliqué في هذه القضية وليش يعني شغرا يدواف دوني لإقزان مالك جي افتح احبس 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 رحت للا رحت للا بريزيدنس شف الرابط شف الدوسي كن ديشادلي كم ديركتور احبس وعادة البقية كانت لديها أخرى مركزة. أخرى مركزة في الشدلي الـ 6 أكتبراً 1986. أخرى مركزة في الشدلي المركزة في المنسبة لدوما أخبرت المركزة. لقد أدعونا أن يسمى الشدلي في مركزة البقية. المناطق للانجريب في موضوع الوحيد و أعطاها في موضوع الوحيد و أعطاها و أعطاها و أعطاها كيف يقول بحق الأمر الوحيد و أعطاها و قالوا أعطاها و سيؤال كان خروبي جاء كان خروبي رون بلاسا بنحبيلس كيف استفسرها سيد بن يوسف لأن الأشخاص يتغيرون ولكن عقلية النظام في التعامل مع الملف بقى مرحلة طلب منك أن تبحث في هذه الملفات ثم طلب منك تجميد العملية ومن بعد طلب منك في فترة شادلي أيضا بأن تعيد العملية كيف استفسرها كانوا يعني ألم تخشى أن يتم تصفية حسابات باستغلال هذه القضية حتى وإن كانت صحيحة لأنه النظام الذي يسكت على قضية ثم يثيرها هكذا فجأة ما طرحتش على نفسك هذة الأسئلة بلك الملف هذي ولا الأسماء تستغل ضد أشخاص لتصفية حسابات داخل نظام لا لا ما فيها لا يوجد تصفية حسابات لا يوجد لا الوقائع كاينة والنية تاعك يا سيدي صافية ولكن أنا تخدمتي ستي ميسيون أنا كيشت أشكفة يوجد بلوكاج لأن القاضي القاضي هذا مهم هذا مهم أشكفة كيف حصلت العدد؟ 322 دوسي لأنه كان بزاف مراجع كاي اللي يقولوا باللي وصلت تلتمية وثمانية وعشرين ملف وكاي اللي يقولون خمسمية وعشرين خمسمية وعشرين في هذا السيدي السيدي لك توزع الوسائل إعلام منذ تين وتسعين حتى الآن شعال كاي من اسم ولا شعال كاي من ملف انتظر لنينني تلك لنينينة لنينيان لأننيء جدت لنينيان منذ السيدي تلت تنسى هذا انتظر النساء لنينتظر المقاومة في العروف على المفضل هو المقام التي احضر على المفضل كي إذا تخدمت هذو الملافات ونسينيتهم أنا والكاتب العام كان ولا جاء كاتب العام جديد وكان محمدي راح بريزيدون لأكور سيفرام وبعد راح السوكريطارياتي جوبرنمو جاء الكاتب العام لحاجبن يلا الساعي طالو متلمسان وشاف هذه القضية قال لي ملوك تيكنتيني ستة أوپيراسيون فسكو خروبي جاءتوا لأسيكو لأسلالك قال لي جيبلي ويخدم ما دوني كارت بلانش هو مجاهد مخلص هذا الحاجبن يلا الس ممتاز بدنا لدوسي هذا كي درنا هذو لدوسي سين يوم الحاجبن يلا الس هم عندي لبراف ساسينياتير ومسينياتير مع هذا قد دور بالراجع لكس بريزيدون لأكور سيفرام اللي لحاوه دانيار مان يعرفني مليح كنت نخدم معاه بشاف الملافات هذو تعالقوضات كل الصح هما طلعوا للوزارة المجاهدين جرابا غير شاف هذو الملافات شافهم قع قوضات ويعرفهم وشاف واحد من سابه في الليستان فتوى الملف مش طوى سوكية جراب ارفع لقضية هو دير الله سيركولار وعاود عاية الخروبي عاية الخروبي جدي بيا وكان لي براف عاية الخروبي قالوا يودي هذه قضية كبيرة وقوضات وتولي هنا في المينيستر ولا أدراه وشاف نسيبه وشاف ناس يعرفهم وناس في السلطة وناس وتونيو بالاديارس ناس في الليجينيرو والدنيا المنتجو هو يقضع منهم ناس يعرفهم ممليح كان يقرع عندهم لا لسانس في الانيفرسيتي واش دار؟ واش دار؟ عاية الخروبي قالوا نعاود الردل القالمي لا فتادي وليه وسينيهم الحاجبان يلس وسينيهم ملك قالوا يفو ميو حبس هذه الوفيراسيون وارفع لي قضية بتهمة القطف هو اجغاب نفسه وزير المجاهدين السابق رفع لي قضية في 2001 هو محمدي محمدي معه محمدي محمد صالح مينيس الانتريور ردهم كيف يردهم كيف يرد هذو الميلة فاتقا جابهم بروكورير اكتوالما اجيج كي اكتوالما آلجي طلعوا وج بدهم السكريطريا من عند الجرابة ومن عند زيتوني كي تدير واش مصادر معلوماتك سيد بن يوسف عاود رد لدوسي الخروبي مصادر معلوماتك الآن انت اطار سابق منذ سنوات يعني بالسبعينات كيفاش تعرف بللي راه هذا هو اللي راه يحدث في الكواليس بللي الميلف هذا عاودوا جبدوه ولا عاودوا داوه مصادر المعلومات التاعك هذا الميلف هذا بده 92 طيب انا باش نعود بلك نسيغ السؤال لليوم انت قلت بللي المعنيين الآن الميلفات غالبيتهم سنهم الآن ما بين سبعين خمسة وسبعين سنة هذه كمع تالي ميلفرد سوشانة كنز ايه وهي مستمرة مستمرة ما زالوا حتى الآن يعني كينين من هم اللي ماتوا كينين اللي حيين كين روترات كينين اللي بقوا وانفونكشيون كينين من هم ذرك لماذا؟ ذرك 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 أنا أدره الحقيقة من هم هذه القوضات راهم قوضاتك ولادهم وبناتهم راهم في البارو وكذي انتقموا من القضية هذه ضدي راهم في القضية وعندهم عناصر ألفت كتاب نشرت معلومة لأن الكثير يسأل علش ما نشرتهاش في الانترنت قوائم الأسماء ولا هل ألفت كتاب ونشرتهم ولماذا لم تأخذ القضية إلى محاكم دولية؟ دقا لا يوجد الموايين في أبوارد الموايين في فار انكتاب ولكن الكتاب أنا باش نديره يزملي الناس يعني اللي يكون عندهم كوراج باش يديروه ويخرجوه ولكن هذه القضية هذه القضية مش تقال الرجيم لا فاردي ماجيس ترا هذو القوضات الموجية فين ولدت ديت دي فو مجاهدين من بعد ولدت بالبالا وتوشيت قال لزيانستيتيشون دوليطان الناس بدأت شوية تفهم هم عندنا هنا في الانترير قلت على تهديدات تلقي تهديدات كثيرة في السنوات السابقة بعد ما كشفت هذه القضية وفجرتها إعلاميا هل هذه التهديدات مازالت مستمرة حتى الآن؟ لليوم إلا ربي كان معي حاولوا داروني في الحبس دوزارستشان كاتارستشان ودوزارة مجردات دوني الحراش أنا محمود رحم الله لأنه قررر فيه المترجم للقناة 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 طب أولادنا هذه القاضات هي مسؤولة في هذا الملف لأنها لا تشي الرجيم ومشت في الكمبلوات ومازالت في قضية التاريخ عيب عليهم أنا مصدت كان قاضات في العالم النوع من هذه القاضية تشي بلادهم ويمشوا في الكمبلوات هذه قاعدت 22 22 يتتريني دوني الأحباس بعد 22 سنة سيد بن يوسف ملوك ومازاله فور وسمحني على هذا السؤال لأنه كنت ذكرت عبد الرحمن محمدي الصحفي ربي يرحمه محمودي ويعني هل تخشى يعني تخاف أنت أن القضية تموت بمجرد ما يرحل مثلا بعد عمر طويلة ربي طول عمرك بعد ما يرحل بن يوسف ملوك تطوي القضية وتموت القضية أنا أحبيت بش لنوفل جينيراسيو هادي جات حمد الله بدأت حل عينيها بش تفهم وقعدت حي وجبت الآمانات تاعي حتى الوقت هذا ربي حفظني مكتلونيش في لحباس يعني وبطلوني ومرمدوني أنا مانيش كما الناس اللي قل لك هذو اللي هو قدر سوپريور دولتا كيزوان يتاكملس في هذي القضية والوازارة غالسيستام هذي القضية توشت الرجيم وليت فيها ريزان دي تا هم بسكو هذو القوضات ذو كنقول لك بكل صراحة القوضات هذوية يسون تريد بيسان جس كاللور اكتويل يسون بروتيجي بالي سيرفيس سيكوريتي بالا دي ارس بطول مون بسكو غاية يحتاجون ويخدم موديا انت قلت بأن المخابرات ساعدتك في القضية قلت بأن المخابرات ساعدتك في القضية نون جاني سيناتر دبليدا جاني للدار سيتي ميدياتيزي سيتي ميدياتيزي بار الخبر جاني سيناتر دبليدا قل لي سي ملوك القضية تاعك راني كنت مع جماعة تاع دي ارس وحبابي وحبابي وكده وران موافقينك علمي لفهدايا قلت له كيفا كيفا موافقيني 22 سنة من بعد وهم داروا هذه القضية همانهم هذو الماجيشترا قلت له بعد 22 سنة هذو قلت له يعاونوني هذو المخابرات قلت له قلت له هذو المخابرات هذو يا أنا ما عندي اشتيقة فيهم وما سبب الله الوخضر اللي راني عايشين هذو كل البلد طيب وش هي خطوتك القادمة وش هي خطوتك الجاية وش راح تدير الآن 22 سنة راهي عمر طويل في النضاء مخابرات وش هي الخطوة القادمة سيد بن يوسف ملوك أنا ذو أمانتي درتها يعني راح تنقل القضية قبل البرنامج قتلي وما زلت موراها قبل البرنامج قتلي اللي راح تدير القضية إلى محكمة حقوق الإنسان اللاكور إن شاء الله نوصلها فسكو 22 سنة بزاف هذو يزم العالم يتبهدل هذا الرجيم تعالي الانجيستيس الحقرة الكاو تعالي الفساد السرقة من العدالة تحم العدالة هذي اللي ما تمشيش على قضية عبلاد هيدا نورمال مو هذو يتحاسبه وليس هنا نتحاسب ما عليش ولكن ما تخافش باللي الناس ألا تخشى بأن الناس تعرف بأنه قاعد القضايا حتى سواء كانت صادقة لما يتم تدويلها في الخارج تفقد المزدقية تحها محليا ولا وطنيا يعني بعد كل هذ السنوات إذا قررت أن تدويل القضية قد تخسر دعم الناس مدروة مدروة سيفيك ويتبه فوي هذي ماشي عدالة مكاش إي شعبي سقسي هنا يخرج ديران شانداش دوبينيا 80% يقول لك العدالة مكاش في البلاد ما عندهمش تيقاف في البلاد هذي وفي العدالة تحهم وفي الرجيم هذي مهم أنا كشفت قضية البلاد وشو هذا هذا حزب فرنسا هاي لا بروف كانوا يخدمو لها أنا لحقنا لها هاي ولد فرنسا راي عندنا راي في الصحراء راي هي الديريجي هاي اليوم هي هي راي تحكم فينا فهم هكذا هكذا كمبليسيتي تعلجي نيرو تع فرنسا والإدارة تع فرنسا وهذا حزب فرنسا راي في هذا الميلف والحق وذوقناتيك لليبروف هاي لا بروف هاي لبروف هاي كين حزب فرنسا اللي كان يقولون دي مكاجADE حزب فرنسا ما زال وهي لا بروف هاي نايا هاي لابروف هاي لا بروف لا أفر بن يوسف بلوك لحي تت ديسكوتي بو تفليقا مع شيراك هاي هاي جريدة لدي بان ترجمة المرحوم الحمودي. ترجمة المرحوم الحمودي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر